أكثر من 3000 كيلومتر هي المسافة البرية بين تل أبيب وكييف بحسابات الجغرافية لكن يبدو أن الحرب الأوكرانية مع تقادم الأيام فيها تفرض حسابات صفرية للعلاقة بين كييف وتل أبيب تحت عنوان الحصم المطلق للمواقف بين جبهتي مع أو ضد هذه هي خلفية التوتر المتصاعد في العلاقة بين إسرائيل وأوكرانيا إذ تصر الأخيرة في سياق ضرورة ما تصفه وقوف تل أبيب معها سياسيا وعسكريا في الحرب الدائرة على أراضيها مع روسيا فأوكرانيا تريد من إسرائيل دعمها بوسائل قتالية بينها منظومة الدفاع الجوية فيما ترد تل أبيب بالرفض وفق هيئة البث الإسرائيلية هذا التوتر المتجدد أدى إلى إلغاء مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع بنيغانس ونظيره الأوكرانية إثر امتعاض كييف من الرفض الإسرائيلي وفي محاولة إسرائيلية لتخفيف وطأة التوتر تحدث رئيس الوزراء إيل لبيد هاتفيا مع وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كوليبا كي يؤكد وقوف إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني بموازاة تعبيره عن قلقه من العلاقات العسكرية بين إيران وروسيا في إشارة إلى ما يدور بالميدان السوري لكن كييف لا تريد هذا الموقف فحسب بل تزويد جيشها بمنظومات دفاعات جوية إسرائيلية وتكنولوجيا أخرى وبينما تمارس كييف ضغوطا على تل أبيب لدعمها عسكريا تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن حكومة لبيد ما زالت رافضة خشية على علاقاتها مع روسيا أيضا المستوى السياسي الأمني الإسرائيلي يدرس في هذه الأيام بحسب معطيات المشهد في تل أبيب ما إذا كان يجب رفع مستوى المساعدات الأمنية المقدمة إلى أوكرانيا في ظل ما يتردده عن تعاون بين موسكو وطهران إذن هناك معسكران إسرائيليان الأول يدعم الحفاظ على الوضع القائم وسياسة تضعها تل أبيب في خانة الحيادية أما الثاني فيعتقد أنه بسبب انضمام إيران إلى المعركة لا يمكن لإسرائيل اتخاذ موقف المتفرج